اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هدي رئيس الجمهورية برقية تهنئة لنظره التنزاني جون بومبي جوزيف ماقوفولي هنأه فيها بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده وعرض رئيس الجمهورية في البرقية عن احر التهني مقرونة باخلص التمنيات لفخامته بمفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية تنزاني المتحدة الصديقة المزيد من التقدم والازدهار بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هدي رئيس الجمهورية برقية تهنئتين لنظر الغنبي اداما بارو وذلك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في بلاده وعبر رئيس الجمهورية في البرقية عن احر التهني والتبركات لفخامته بهذه المناسبة متمنيا لهم فور الصحة والعافية ولحكومة وشعب جمهورية غنبيا الاسلامية الشقيقة مزيدا من التقدم والازدهار بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هدي رئيس الجمهورية برقية تهنئتين لملك مملكة تايلندا الملك مها فاقيرا لونكورن هنأه فيها بمناسبة تنصيبه ملكا لمملكة تايلندا واكد رئيس الجمهورية في البرقية حرصه على تطوير وتمتين علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين معبرا عن اصدق التهاني واطب التمنيات لجلالته بدوام الصحة والسعادة ولحكومة وشعب مملكة تايلندا الصديقة المزيد من الرقي في ظل قيادته الرشيدة بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هدي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساه لنظيره الاندنوسي جوكو ويدودو ذلك في ضحايا الزلزال الذي ضرب اقليم اتشي غربي اندنوسيا واسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وعبر رئيس الجمهورية في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية للرئيس جوكو ويدودو وللحكومة وشعب الاندنوسية الشقيق وأسر الضحايا بأصدق التعازل أخوية الحارة والبواساة القلبية الصادقة بهذه الكارثة الأليمة سائلنا الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمنى على الجرح والمصابين بالشفاء العاجل وأن يجنب بلادنا واندنوسيا كل مكروه أجرى فخامة الرئيس عبد الرب منصور هذه رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا بمحافظ حضر موت اللواء أحمد سعيد بن بوريك لمتابعة جهود البحث والإنقاذ التي تقوم بها قوات خفر السواحل وغيرها بالتعاون مع قوات التحالف والجهود الشعبية لإنقاذ ركاب سفينة الركاب الغارقة وأشهد فخامة الرئيس بمختلف الجهود المبذولة في هذا الصدد والتي جسدت الحس الوطني العالي والإنساني لمختلف السلطات المعنية في محافظتي حضر موت وأرخبيل سقطرة بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية وعبر محافظ حضر موت عن تقديره للمتابعة الحثيفة والمستمرة لفخامة الرئيس انطلاقا من حرصه على أبناء وطن بصفة عامة مبينا أنه تم إنقاذ 42 شخصا حتى الآن ولا تزال جهود البحث مستمرة بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الرقن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساهل أسرة الدكتور علي محمد أحمد الزامك الذي وافته المنية يوم الثلاثاء الماضي وأشهد نائب الرئيس بأدوار الفقيد الوطنية من خلال المناصب الحكومية التي شغلها حيث كان مثالا للإخلاص والعمل والنزاهة وعبر نائب رئيس الجمهورية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان تمكنت فرق الإنقاذ بمحافظة أرخبيل سقطرة من إنقاذ 42 شخصا من ركاب السفينة التي غرقت على بعد 26 ميل بحر شمال غرب جزيرة سقطرة والتي كانت تحمل على متنها 62 راكبا بينهم نساء وأطفال قادمة من مدينة المكلة وأكدت مصادر رسمية أن فرق الإنقاذ تمكنت من العثور على 42 شخصا بينهم أربع نساء فيما لا يزال البحث جاريا عن بقية المفقودين وعددهم 20 راكبا وترأس وزير التروة السماكية رئيس لجنة الإنقاذ والإغاثة فهد كافيين اجتماعات غرفة العمليات بالمكلة بحضور المحافظة اللواء أحمد بن بوريك وقائد المنطقة الثانية اللواء الركن فرق البحسني لمتابعة عمليات الإنقاذ وفقا وتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأكد كافيين أنه تم تشكيل غرفة عمليات ثالثة في محافظة المهرة إلى جانب غرفة عمليات في سقطرة والمكلة ووجه فرق البحث بتكثيف جهودها والعمل من أجل استكمال إنقاذ بقية ركاب السفينة وأوضح أن سفن بحرية من الولايات المتحدة واليابان والنمسا وأستراليا وروسيا بالإضافة إلى المروحية والسفن التابعة لقوات التحالف العربي تشارك في عمليات البحث والإنقاذ قتل ستة من ميليشيات الحوثي والمخلوع وأصيب ثلاثة عشر في مواجهة مع الجيش الوطني والمقاومة بمحافظة تعز وقال مصدر بالمقاومة الشعبية إن الجيش الوطني صد هجوما لميليشيات الحوثي وصالح على مواقع بجبل النبيع والمضاب بالعشمل في جبهة مقبنة غرب تعز وأكبرتهم على الفرار وتحدث المصدر عن إصابة اثنين من المقاومة في المواجهات التي اندلعت اليوم وكانت ميليشيات الحوثي قد كثفت يوم أمس من قصفها في صبر والصل ومقبنة والوازعية بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاوزر من مواقع تمركزها ونصبت الميليشيات مدفع بي عشر في جبل العويد بالعشمل مقبنة غرب تعز وتقصف به قرى المنطقة بالتزام مع استمرار فرض حصارها على مدينة تعز ومنع دخول المواد الغذائية والإغاثية الخبر الأخير شن طيران التحالف العربي غارات قوية استهدفت مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي وصالح في محافظة البيضاء وقال مصدر محلي أن الطيران استهدف بثلاث غارات قوية مواقع وتجمعات الميليشيات في معسكر اللواء 26 بمديرية السوادية وأضاف أن انفجارات قوية دوت من داخل المعسكر فيما شهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المواقع المستهدفة وكان طيران التحالف قد استهدف المعسكر ذاته بثلاث غارات قوية مساء أمسا شكرا لمتابعتكم دمطن بخير وعافية شكرا للمشاهدة